استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطهاف اليوم الأربعاء بمقر الوزارة رئيس مجلس العموم الكندي السيد جريغ فيرغوس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان للوزارة وقد سمح اللقاء حسب البيان باستعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وبحث سبول ترقيتها إلى آفاق أرحب لسيما عبر تفعيل وتنشيط مختلف الآليات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية